بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و بالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و أصحابه المين أبعض فرض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد أن تحلل بهذا البلد صلى الله و مولانا عزيز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة فزار قبل بعد رفاتي فكأنما زارني في حياتي وقال قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملالكته يصنون على النبي يا إيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليما ربما صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وباره وسلم صلى عليه السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وعلى سيدنا ورحمة الله وبركاته Like last week I mentioned in Jum'ah that this week I will explain that poetic line of Imam Ahmad Ibn al-Khanan I was meant to do it today at Jum'ah but I wasn't able to do so so I'll do that right now so we won't carry on with the tafsir of Surah Al-Fatiha for this week and the day that till next week and where I left off from last week we carry on but some of you probably weren't here last week so I'll have to for a few moments remind you what we were speaking about last few weeks we've been speaking about the aspects and the sequences of Hajj and what takes place in Hajj and I said that all of the sequences and the rituals that are judged those who have this opportunity to perform a Hajj they are performing they are all the action of a Nebi or the action of a Salih individual form the Ummah of Bani Admi and I said that Allah subhanahu wa ta'ala relives and rekindles the love of his Anbiya and his Salihin and this whole safra of Hajj is a safra of love and then I mentioned that when the hujjads they go and they stay at Harafat and Muzdarifah and Mina and they make the tawaf of the Ka'bah and Turaqah and Nafla and Marqam Ibrahim and then they do sa'i between safra and marwa and all of this is done then the Hajj is complete the new Qurmani ahiram is taken off they shave their head for the men and the women and they cut a bit of their hair and I said that all of this and they completed the whole Rujj al-Hajj then what do they do? and I said that Allah Hazret Imam Ahmad Ridha Khan Al Rahmatul Ridwan he answers this and Allah Hazret he said that Allah Hazret that Allah Hazret that Allah Hazret من قعبة هناك مرسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يمكنك أن ترى مرسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يمكنك أن ترى مزاو رحمة و تتفيديوه و تنظر إلى الشراء كيف يهب أن ترى مزاو رحمة كيف يمكنك أن ترى مدينة الونابل هذا لايع لطفق يبقى كعبا سي آرتيا صداء مره آنکون سي انظر إلى ميزاو رحمة انظر إلى ميزاو رحمة مره پياري روزة دهكو انظر إلى ميزاو رحمة ترى روزة صلى الله عليه وسلم وهذا ما هذا الشعب وهذا كان مجمع عليهم وهذا صندق من صالحين والمسلمين وقدها يازي بمتقاعدنا هذا في أشفاله وممام سبكي به رسمه شفاء السيقام في خيل زيارة الأنام في زيارة خيل الأنام سبكي رأت一個 ب serio بحكارة حديث ذات يتكلم عن زيارة وإذن فيه خارجة الصلاة عليه وسلم وقدها يازي بمتقاعدنا هذا في شفاء أخبرهم أنه من سلطة المسلمين وهذا الشيء يوجد إجماع على هذا وهذا الشيء يوجد إجماع على هذا الشيء أنه بعد الحج يجب أن يذهب إلى روضة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفضيلة مدينة ومكة يوجد في القرآن الله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد وعن تهل لبالد الآن لكي تفهم هذا القرآن يجب أن تكون المعرفة عن رمضة وعبائل في الهل أعطاء الناف الصلاة والناف وهو الشيء من سيطح وهو ذلك ما يجب أن يسمح على شكل نفس يقصدون أنه يحدث عندما يحدث لعب في قصر هذا العب ليس لا يحدث لكنه يحدث لعب و سأتفضح. الله قال في المتصف لا اقسمو الله قال اقسم بهاز الوالد ب هذه الملحة هناك لام اقسم صديقات لبسرحة أنه عندما يأتي اقسم يجب أن تكون مرتب الله لا يقول أنه لا يمتلك انه يأتي تأكيد هذا يمتلك الله يقول أنه يأتي بطبيق اقسم ومولا جامي قال أنه عندما يأتي لأمي أولاً يأتي لأمي لا يأتي لأمي من التعكيد ولأيه في أولاً ما يقوله إلا أُقسم بهاد البلد الله قال أنه يأتي لأمي فقط لأمي المدينة صلى الله عليه وسلم مولا جامي الناس يعتقد أن مولانا ابو رحمن جامي كانت فقط شائر ومحيم من المدينة صلى الله عليه وسلم كانت أكثر من هذا سنجيزم في نهر ما يسمى شرمال لجامي بلناناً من شرمال لجامي ولكن الملائج يسمى الفصوار الديني ومقاين لماذا يتصبح من المدينة جامل بسببه فى عرماء المسلم كان هو يعود دين عرماء مدينة عرماء مدينة مقسمة ومعذر يصلحون الناس وقد يقدموا لأخبار مدينة كما كان يعودة وحسن محبا، زيادين كانت نسطني، وقد انتطاع لمساً لديه لذا زيادين قال بك الجحول محبا مراجعان تخبرت ولمساً لدخل المساكين وقد فعلوا ذلك ما زيادين سلططت هذا؟ اذا كان عربية. olution؟ جحولة هم لديه عملائجات عن هذا، هو لك شاعب وكان خالص فقط هو جداً، مثل الكثير من كانت تعتقد والما الآخر من جداً وكاماً. بلده قال بك جدد أنت خالص فقط هو جدد خالص فقط بلتخبئ والقربية سواء وحده كمعالاً ولده فرصت عبادة ايضاً في ذلك المنطقة بلد من الناس الذي يجب أن يسمع القراطات على الله من بلد من حفاظها لذلك زعود دين أخذها لقد وصلت إلى بيه وقد قالوا الله جامع في مها المتحدة مرمو رحمان جامع ، فقط هذه هي طريقة الأولياء الله سبحانه وتعالى أولادك سخفهم أولادك سخفهم انهم لا يعملون بشكل كبير ولكنهم يعملون بشكل كبير عبدالرحمن جامل قالوا حسنًا تلك أيضًا نامًا انه قرأت هذا الكتاب الفوائد الضياعية وعندما انه قرأت في المرأة فقرأت هذا الكتاب لكي أعطاء عندما زياد الدين في المرأة لقد كانت هذا الكتاب قرأت هذا الكتاب وخفاً مرأت هذا الكتاب من قرأت هذا الكتاب؟ بالدين الذين قرأت هذا الكتاب ورد بأن هذا الكتاب قرأت بأي شخص ثم علائته فقرأت إنهم لا يترون الكتاب إبعاء لا يتحدث الكتاب ومن يقصد الكتاب لأنهم يتحدث بذلك لا يمكنك أن يقصد لهم شرحم الحجام هي ستنة مدرسة تحكم في مدرس آمين بعد المصورة بمعجم التي ناقص في التالي ثانياً ستنة مدرسة ستنة مدرسة وهذا ستنة مدرسة ومدرسة فيه جميعاً ومعاقنا أيضاً عبارة أمامنا لم يسمون هذه السبب وعاقنا اسم أفضل انتجم المسورة والمعاق من الموت التي سنة مدرسة عندما قلت بسرعب ملا جامي ذكرت بأن هذا لام في الرسال لا أقسمو بحاذ والملد ليس لام عطاقيد أو أمثالس ولكن لام عطاقيد هذا يعني أن هناك حصر و قصر سيقول الله عندما يتخل قصر فهو فقط يتخل قصر بذلك المدينة لا أقسم بها ذا البلد وأن تحلل بها ذا البلد الله قال لأني أخذ قصر لماذا؟ وأن تحلل بها ذا الله الآن يحاول نحن يحاول تعليم عندما تحلل وحال يحاول تعليم or Haji Rasulullah or the Zamzam is there Allah says that wherever you are Ya Rasulullah that's where I'll take a Selam and this is how this verse of the Surah now ulama say that when Rasulullah a.s. was in Makkah Makkah was Afzal now he is resting in Medina and the Madina is at từ Makkah because where Rasulullah a.s. would be present thus where that Qasr will be taken thus where the Afzal will be proven for the Prophet Sallallahu Aleyhi وصلت 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 في ذلك أشخاص الذين ينسوا هج يقول من حج فزار قبر هج وصلت وصلت من حج وصلت وصلت بالتعينة فزار قبر سوصلت وصلت وصلت بعد وفات بعد ذلك دنیا فكأن ما زارني في حياتي وصلت بلد وصلت وصلت إيجاد مين is as if they are visiting me whilst I was living once I was alive even though we believe this is نовор الحسين والسنة والجماعة that Rasulullah A.S. is alive and Imam Malik رضي الله تعالى when people would go and visit the messenger of Allah alayhi Salaah wasalam he would dislike the people and say زرنا قمر النبي when people would come to him and they said Be visiting the grave of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik said that do not call the grave of Rasul parody لم تجنب ذلك، ما عندما قالت حسنا قبر النبي، فقد قالت ان تقول ان تقول سلم على النبي ان تقول اننا لا تتنبذت نحن لم يتوقع قد فرصة وممتعنا نبذتت والسلام عدب صلوان صلوان اللہ علیہ وسلم يقول سلم على النبي، ليس ظرنا قبر النبي الإمام مالك كان من عدب مع علم فرصة عدب والعمل اگه شرع مع علم وانا تعتم ان عدب سنتعاد فرصة وكان الشيطان لديه علم ولم لا يساعده لأن الشيطان لديه عدب يمكن أن يكون عمل و علم ولكن هناك ثلاثة علم عدب علم وعمل لذلك ما سيدنا عمر رضي الله تعالى يقول تعدى مسلم تألم أن تذهب ولم أدب قبل أن تستطيع لأن عدب لا تستطيع علم لك لن تنفع ولم لن تنفع لك لن تنفع لك الله تعالى لذلك فلما علماء يتحدث و Pew Pages اللحظة علم تستطيع الروسة علم وعندة منا عبد الله إبن عمر قد ياجيزي وقبل ذلك عبد الله إبن عمر هو نافع عندما عبد الله إبن عمر رضي الله تعالى وقبل ورد وقد كان الروسالل ربي صلى الله عليه وسلم وقد انتطعت رائض مئة مرة أو أكسر يجيء إلى الكبر النبي صلى الله عليه وسلم اسسلح بنافر قال أنه، دماغ الطباب عن إنه أرسال أنه كان بالصباب من سينة صديقه quien كان من قبل المسلمين بالمعلوم الناس في هذه الدنيا والدخول على المستقبل الأماكن عبدالله بن عمر … ما كان هو ذلك؟ إنه سلح قال أنه سينة وقد قال أجل، أعتقد أنه رأت أنه بجيزء الشيء المتجمع من الغرفات فهوات كبيرة وكذلك و عندما رسل يذهبTerه يوجد يوجد وسهجnhين في كذ Starbucks ذهبات أص Jackson ذهبت الشمع للمسجي الله الصحابي 不 stagesح تذهب إلى کرل sana يقوم بتيعمل به من الدفاع بح buff qualidade ومطر عنه بأسفا أو رonder威ال بالاطmel الشمع بيت ممماري روضة من رياض الجنة هنا يتعرض لكما يكون حولك انافر ايضاً ايضاً مماري رسول الله عليه السلام قال بما سيئا بما بين جوانا والمائي فردوس جنة و هذا ما يقول الأولماء وعندما تذهب إلى مدينة المنورة ومعنى القصصة تهدئة عندما أصبح مدينة المنورة والمنات يدخل في مدينة يمكن أن يطلق لها بأنك في مدينة او منبرة هناك مثل مدينة أن هناك مدينة بين كما تلقى مكا النظر أنك مدينة والقلل أنك تلقاو في مدينة لا تلقاو في مكا والدرسات الله وعلى الله عليه وسلم قالوا امان تلقى مدينة كما تلقى بالمدينة الحديث لذلك امام بخاري لماذا يمان تلقى مدينة؟ ل許iva اماكن في مدينة سبعة امان تلقى مدينة إذا لا يشاهد إيمان في رسول الله عليه الصلاة والسلام تقول إلى علامة سعددين الطفذاني فرقًا بأن الإيمان ت강ني إيمان تصديق بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لإبقاء كل شيء رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن هذا إيمان لأن كل 하나�人 كل شيء ہم يعنون الله ولكن ليس كل شيء يمكن الله عليه السلام وعامة سعددين الطفذاني بأن الأبطار إيمان أنه لإبقاء كل شيء بسيطة يرجى رسول الله عليه الصلاة والسلام و هذا كان نحن عبادة من المصدرات فقالهم يذهب ويجب مرحبا و هذا كانت يقطة الوصول للقناة للسيطة ربما يضعون امام ابو حنيفة رحمه الله تعالى هو نجل الرسول هو نجل السلام هو طابعي امت سيدنا عناس بن مالك امتت صحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عن المرحلة بسرعة نوارات خير قروني كرني ثم اللذين يلونهم ثم اللذين يلونهم ثم اللذين يلونهم that the best of time is my time and the one after that then the one after that Sayyidah Imam Hanifa رضي الله تعالى is in the time of the Sahaba and he lives in Kufa he's from Iraq and he writes a poem in praise of the Prophet صلى الله عليه وسلم a Qaseedah Qaseedah al-Nu'mani it couldn't be purchased it was in Arabic language and in the first line of his poem what he says about the Prophet صلى الله عليه وسلم he says that Rasulullah صلى الله عليه وسلم that the Prophet صلى الله عليه وسلم forgot the shi'ir that's the problem Ya Sayyidah Sa'daat Ya Sayyidah Sa'daat Jaituqa Qasidan Arujubi Ridhafi this is the first line of the Shaykh he says Oh the Sayyidah of all Sayyids Oh the Leader of all Leaders he says Ya Sayyidah Sa'daat referring to the Prophet صلى الله عليه وسلم Jaituqa Qasidan I have only come to you with just one objective Arujubi Ridhafi Ya Rasulullah that you need to please move Imam Abu Hanifa's A'atikad came over 13 centuries this shows that the A'atikad Ahli Sunnati Wal Jamaah of today and the A'atikad that A'la Hasid preserved in Hindustan is the same as Imam Abu Hanifa that he said that Ya Sayyidah Sa'daat Jaituqa Qasidan he said Ya Rasulullah I've traveled from Baghdad all the way to Medina Al-Munawwara Jaituqa Qasidan only for one thing Arujubi Ridhafi I hope that Ya Rasulullah again you pledge in a suit Imam Abu Hanifa has got a'atikad and the Salafs have a'atikad and how they would and when we hear about Imam Ahmed Ridhaf Khan Ala Hazret and we hear about how he preserved the orthodox opinions of Ahli Sunnati Wal Jamaah especially in India at that time when the fitrah of the Ubandiyat was rising and the ship of Ahli Sunnati Wal Jamaah was shaking here and there people were questioning the maqam of Rasulullah alayhi salatu wasalam and the fitrahs were arising in many forms Allah Ta'ala sent a man like Imam Ahmed Ridhaf Khan at that time to preserve the true teaching allah li sunnati wal jama'i when Ala Hazret would go to the Harman Sharifain he wouldn't wear any shoes he wouldn't utter adal and everyone has their own andaz of adal you could say the Sahaba never did it but that was their own andaz this is Ala Hazret he has his own andaz when he went to Medina Sharif and he was walking in the streets of Medina a thorn went into the feet of Ala Hazret and what he did with that thorn because when Wahid Bin loves someone every single thing that's attached to that person they have love for as well if it was us and the thorn picked our foot we would have taken out and thrown it away but Ala Hazret didn't do that Ala Hazret picked that thorn up and he kissed it and he wrote a share on this he said the thorn of the city of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam what job do you have with my foot what job do you have with my foot my heart is here come and prick me in my heart so I can die in the city of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and Imam Taajuddin al-Subki in Shifasikam he mentioned a rewire where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that whoever dies in Madinah al-Munawra I will eat a seed for him on Dhumul Qiyam Ala Hazret and that was different Khaar-e-Saira-e-Nabi Paam-e-Sik kya kam tujye Aan meri jaan meri din meh rasda hai teha we have this is these are shu'ara these are poets of our time they were johala there were people who were poets and there were people who were scholars and when you read Fatah wa Rizwiyah of Ala Hazret alayhi rahmatul alayhi wa sallam you realize how much maqam and how much depth he had in that Allah subhanahu wa ta'ala blessed him with so much knowledge hence why Al-Ama Iqbal when it came to speaking about Aala Hazret he said that Aala Hazret is the Abu Hanifa of the Indian subcontinent that Abu Hanifa 's maqam was such that Rasulullah alayhi salatu wa sallam said in a hadith in a hadith in a Muslim that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said لَوْ كَانَ الْإِيمَانِ in the Suriyyah that if Iman was on the star of Suriyyah then there would be a man from the offspring of Sayyidina Salman al-Kharsi that would be that would go all the way to the star of Suriyyah and would be able to attain that ilm and the ulama they all agree that that person which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was talking about here was Imam wa Hanifa rahimahullah wa ta'ala that his ilm was such that even if he had to go to the star of Suriyyah he couldn't do so because Allah subhanahu wa ta'ala had bestowed him with so much ilm and the i'tikad and the belief of our imma and our salaf was that and when we go to Madinah we come with the same intention that ya Rasulullah alayhi wa sallam we've only come for one thing not to pray in your masjid but to offer our salams to you and to attain your pleasure because when we have your pleasure we will have the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala so this was the explanation of that shi'i that I read at the beginning of Allah that that listen ay Raza Qaba say afiha sada mere ankhun se mere piare ka roza dekou wa akul kholi hazard wa astag allah li walakum amin Allahumma sali ala Sayyidina wa baulu ma maybe salim wa seri wa salla alayya may wo ajk'al martana fi was made wa rude wal ala salla allaha hel asc أبي سجمعين أبي ورحمة الله